اشتركوا في القناة نشوفوا الناس اللي في المنطقة يتكلمونين على هذا الموضوع دلوا السبوع في عيللوح ودلوا السبوع فزروا وقصت صاحب الحواند كي يعطيوها القوام كي يترفع ليها أنا صفت لي الفلوس وعطيتهم لها واشا كي يجري عليها فأبو كل ما شي ولدوا راه ولدي وولدي إلا بغي نكر الله أخذ فيهن حق فأبو كي يسمع وهنا في عيللوح كل شي كي عيطلوا أحوزار كل شي في حتى الدرسة ديالو قطعها اني تغير على حسابات الشي هذا الموضوع هذا هو الأم ديالو ساعدته بالكنياب بالكنيابش يكمل قريته حيث لأب مخداش الدور هذا والله يدي إن شاء الله رحمة الرحيم ويعطيها النساب انتاعو والله يدي رادرز وينو تيخدم والله القاسم يلي تيخدم ما يلفو يجدر منه أنا الضمين ديالي تنخدم زرزاي حمال وفيما كان البريكون صعيف عليا سنعيطلوا يعاوني فيه جميع هاد الوليين دعوا تارفوا بي رغير أجر عند الله ما تخليهش يضيع راه ولدك قدام الله وقدام العب راه ولدك راه ولدك مشاهدين الكرام مرحبا بيكون معنا صوت العدالة تتواجد مرة أخرى فعيل لوح معنا واحد شاب هاد شاب الاسم دياليو يوسف يوسف هو المقرب من وهيب وهيب طبيعا هو الابن ديالأحوزار اللي في موضوع النقاش عادي نستفصلوا يوسف على مجموعة من الأشياء في هذا الموضوع سيوسف بيتك تكلم لي اللي علاقة ديالك بوهيب مرحبا ولانا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام خوتي المغاربة معكم يوسف أمقور من منطقة عيل لوح أنا وسيواهي بأحوزار أصدقاء دياله مدة عشر سنين هذي يعني بحل الخوت ديما تنكونوا أنويات تنخدموا أنويات تنخدموا الفياجة الضرم لا أي حاجة وكان شي بعد المرات كي جي نيت الواليد نتاعو تلنا لمنطقة عيل لوح تنكون غاد يناو صاحبه في الطريق تياخدو تياخدو في الطموبل تنبقى أنا غادي كنكمل طريقي على رجلي تيمشوا لأزرو تيهدرو مهم بشي مشاكلها كا كا على حسب حسب النساب ديالهم واحد نار عاو تاني دانا آنوية نيت الازرو خلص علينا الغداء ومهم تقوينا كنصومينا نضنا باش نخلصوا بحلقة كما خلاناش الله يجازيه بخير وكي بغيو يهدرو في هذه المواضيع الشخصيان تاعهم تنوضنا تنجنبهم باش يهدرو على خاطرهم تنوض من حداهم باش يكملوا ذاك الحوار على حسب النساب تاعو وتقريب من هاد الهدرا هاد يرى شي خمسنين ولا ست سنين اللي بقيت عاقل علينا بالضبط خمسنين ولا ست سنين ويبكي يحاول يقبط النساب دياله ما كينوالو وهنا فعيل لوح كل شي كاعي طلو أحوزار كل شي فحتى الدرسة ديالو قطعها النساب غير على حسابات الشي هذا الموضوع هذا هو لأم ديالو ساعدته بالكنياب بالكنياب باش يكمل قريته حيث لأب مخداش الدور هذا والله يهدي ان شاء الله رحمه الرحيم ويعطيها النساب انتاعو والله يهدي رادر ريزوين وتيخدم والله القاسم التي يخدم ما يلفاي جدر منه أنا الدومين ديالي تنخدم زرزايا حمال وفيما كان البريكون صعيب عليا تنعيط له يعاون نيفا تنخدمه بستين درام سبعين درام وتنقسمه وانوية يعني باش شوف واحد الشخص باه فادل المرتبة تبارك الله عالية جدا وإبن دياله مسكين هكاس يخدم عند عباد الله قاسحة شي شوية وراء الناس كامل اللي سوولتي عنا في الحماد ويبغي يقول با أحوزار الواليد تقريبا كين شابه شابه كبير أخويا يوسف شكرا لك غادي نمشي عنده وعيب وعيب تكلمي عن العلاقة ديالك بيوسف العلاقة ديالي بيوسف يوسف تعرفت عليه في 2010 يعني كان خدمة نوية كين صحني كان نصحه يعني نوية صحاب صحاب ديال مشيد المصلاحة والذي البروفيطاج يعني نوية بحال تقريبا هذه عشر سنين واحد السؤال الأخير غطمو أنت مستعد تشهد معاه في مسألة ديال الأمور اللي كتعرف هذا الفادي ميل آه تقريبا أنا مستعد أنا مستعد نشهد مع أخويا هو يبع لحقا شنجت بعين الأب ديالو يجي تال عنده لانات الزبط موبيل وحتى كنقول أنا براسي أنا براسي سنقول غادي تفاهم وقل هذا السمان ولا هذا الشهر غادي مشاهدين كرام كذلك الأخت فاتحة هي من الساكنة ديالو اللوح نتبعها هذه القضية الأخت فاتحة تكلمينا على الموضوع وهيب وهيب رابحة الولدنا وكبر قدمنا وولداح وزار أنا اللي كان عرف عليه راه ولداح وزار كان معامو كانوا مزوجين السعب العزيز أخويا سمح لي على الهدر اللي غادي نقوله هذا شي رغير أجر جمع هاد الولي يدو عتار في بيرا غير أجر عند الله ما تخليه شي ضيع راه ولدك قدام الله وقدام العبد راه ولدك راه ولدك شكرا كذلك معنا حجيطه من ناس نقدام في هذه المنطقة هتكلمين على القصة ديال واهي وهزي أحوز دولين هاد الولد هذا جوجدك سيد دكسيد حميدي حافظة وتشاركت معاه هاد الوليد هذا داله السبوع فعيل كي يعطيوها القوام كي يصرف عليها أنا صفتلي الفلوس وعطيتهم لا واشا كي يجري عليها فأبو كون مشي ولدو راه ولدي وولدي اللي بغي ينكر الله واخد فيه لحق أبو كي يسمع اللي دي بو السابة الفزا اللي يخد فيه لحق شينيدة أوجيه لي شكليمة قولي يقول له الله يهديك لا أعطيك لحق لأخور راه ولدك هذا ما تضيعوش ولي ضيعته راه ربي كيشوف شكرا لك شكرا مشاهدين الكرام كما تتبعتم معنا صراحة ديال الساكنة كنا في علوح جموعة من الناس كيتكلموا على هذا الموضوع علامة استيفام صراحة في هذه القصة من جيت أحوزار تنتمنى وكما قلنا في السابق أنه يكون شي جواب من عنده إلى كانت عنده أمور تقول عكس هذا الكلام وعيب الناس كنا غادين دوهم عن الناس تتصراحة ديالهم أعطيني كيفاش تحليل ديال كيفاش تفتيه هذا الشيء وعاد الناس هدو تيقولوا غير الحقي يعني يعارفيني بأنني أنا ولد الفنان الشعبي عبدالعزيز أحوزار واد الكلام هذا اللي كيقولوا يعني شافتوا عيني هوم واد الكلام هذا يعني كيخرج من القلب يعني ما ماشي كي يكتبوه كي يديروا لخطري باش يعيبوا يعني الصورة ديال والد ديالي فهذا الفكرة هذي يعني غالطة بالنسبة لسميته يعني هذي الناس هدو مارا تيقولوا غير الحق تيقولوا بأنني أنا فعلا ولد الفنان الشعبي عبدالعزيز أحوزار واد شو هذا دو يعني غير اللي شجلنا يعني لو كان جينا نقلبوا وسط عيني اللوح كله يعني يعني غدي عيني اللوح كله غدي تجي من جيتي لأنهم عارفين حقيقتي وعارفين الوضع ديالي اللي كان عيش وكيشوفوا ببا معايا دي مفعين اللوح كيشوفوا كيجيل عندي كييدور معايا كيعطيني الفلوس كيشريلي الحواج يعني هذي شي كيشوفوا الناس ديال البلد ديالي ويعني كون مثلا لو كان جاواد نسا دورا غدي يقولوا هذي شي اللي كان قول يعني الأب ديالي هو السي عبدالعزيز أحوزار وكيجيل عندي العيني اللوح وكي يعطيني الفلوس وكييتطلاف فياو وهذي شي كله عارفين الناس ديال البلد ديالي الكلمة اللي كان وجهة الوالد ديالي هو نقلبوه ونقلبوه وما يفكرش بزاف ما يفكرش في الأفكار السيلبية يفكر بالعكس في الإيجابية لأنني أنا ما ما طامعش أنا في الوالد ديالي من جئت لوارد ولا طامع فيه يعني نضمر له حياته ولا نكون أنا حسن منه بالعكس يعني أنا بغيت يكون في أحسن مرتبة لمن جئت الفلوس ديالي ولا من جئت يعني كيف الزنقاء يعني بغيت أنا بيكون مزيان وما بغيتش زعمان يعني نشوه أو لن ندير له يعني هاتش هذا كاشوها أو لنستغل لنا لوضعنا بالعكس أنا قدرت هذا البرنامج هذا غيره باش نوصل لمغاربة ميصاج دك الشي اللي كان عيش و باش نوصل لإحتل الوالد ديالي الميصاج شكرا لك شكرا لك مشاهدين الكرام كما تتبعتم معنا صراحة جموعة هذه الأمور تكلم فيها قد تخرج من القلب صراحة شاب خمس سنوات من قطع معه الصلة حسب تصريح دياله تيزول في مينة البناء يعني ما تيقلش يعني اللي كي يقلب عليه أنه يعترف به بالنسب اللي هو حقه شاب لا تهمه المادة لا يهمه المال إنما عزة نفس دياله في النسب دياله والكرامة للأم مشاهدين الكرام كما سمعتم المجموعة ديال أراء ديال الساكنة اللي ما تمين بعض الموضوع اللي كنت طابلوا شهود وطابعة الحال اللي عاشوا فضل قصة هذي ديال حافظة مع أحوزار ومع الإبن وعيم مشاهدين الكرام بتعليق المواطن شكرا لكم اشتركوا في القناة